تزامنا مع بدء حملة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر إلى الرابعة مساء خلال شهر يوليو واغسطس وضمن توجهات وزارة العمل لتعزيز الدور الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية أقامت الوزارة ورشة حظر العمل والوقاية من الأمراض لعام 2022 نعم وذلك بمشاركة عدد من مشرفي السلامة بالمنشآت في إطار دعم الجهود المبذولة لضمان تطبيق أمثل من قبل المنشآت والعمال للإجراءات الرقابية والتوعوية بحماية العمال خاصة في فصل الصيف تم خلال ورشة العمل التأكيد على أهمية تطبيق القرار في مواقع العمل وفي جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية واستعراض أفضل الممارسات والطرق العملية والآمنة للوقاية من أمراض الصيف في مختلف مواقع العمل بالإضافة إلى التنويه بالنتائج الإيجابية لتنفيذ القرار والذي يهدف إلى حماية القوى العاملة من الحوادث والإصابات في ظل الارتفاع الذي تشهده مملكة البحرين خلال هذه الفترة من السنة في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة تأتي الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة في إطار تعزيز الوعي الوقائي بالسلامة والصحة المهنية حيث العمل والتنسيق المشترك بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن وضرورة تعزيز نشر مبادئ السلامة المهنية بين كل من أصحاب العمل والعمال